إذن ليست المرة الأولى التي يتم طرحها لكن اندلاع أحداث السابع من أكتوبر قللت من فرص نجاحها خطة عربية شاملة لإنهاء الحرب في غزة وصولا إلى دولة فلسطينية ومبادرة بشأن اليوم التالي للحرب بدعم من الولايات المتحدة إذ قالت وكالة بلومبرغ أن خمسة دول عربية تقدمت بها وهي السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن والتي تشكل أي الخطة بحسب الوكالة الدفعة الأكثر واقعية وطموحا التي بذلها اللاعبون الإقليميون حتى الآن لوقف الحرب بلومبرغ قالت إن الخطة العربية تتضمن تقديم تدريب أمني للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من حكم غزة بعد الحرب معتبرة أن الظروف الحالية تدعم أهداف الخطة العربية للتوصل إلى حل مع إسرائيل خاصة مع وجود خطر مشترك وهو إيران ووكلاؤها في المنطقة مسؤولون أكدوا لبلومبرغ أن الاقتراح الأكثر تقدما ومنطقية للأمن على المدى الطويل في المنطقة هو بعيد المنال في الوقت الحالي والسبب هو إصرار حكومة اليمين المتطر في إسرائيل بزعامة بن يمين نتنياهو على السيطرة الأمنية على الضفة الغربية وقطاع غزة في المستقبل المنظور بعد الحرب وفي التفاصيل أيضا رفضه حكم السلطة الفلسطينية لغزة أو حكم رفضه نتنياهو حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب رغم ضغوط واشنطن في حين اعتبر مراقبون لبلومبرغ أن فرصة نجاح خطة الدول العربية بشكل ما تصل إلى خمسين بالمئة وستضيق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل